اعتقالاتهم بالجملة في أكبر المدن التركية طالت العشرات من الكرد عشية تحت فلات عيد النوروز الذي يحتفل به في الحادي والعشرين من شهر مارس آذار من كل عام هذه الاعتقالات جاءت نتيجة خوف الحكومة التركية من تصاعد الاحتجاجات ضد ممارساتها القمعية لسيما بعد دعوة حزب الشعوب الديمقراطي لأنصاره للاحتشاد تضامنا مع سكان عفرين خلال عيد النوروز وهو الحزب الذي يعارض التوغل العسكري في سوريا وبحسب وسائل اعلام رسمية ان السلطات التركية اعتقلت ثلاثاء اكثر من مئة كردي بذريعة نفس المزاعم التي تتحجج بها الحكومة التركية في شن حملات الاعتقال ضد معارضها على انها تشتبه بتخطيط من تعتقلهم لمظاهرات وهجمات ففي اسطنبول اعتقل 16 وفي انقر 11 وفي شرناق 76 كردي ممارسات السلطات التركية القمعية لم تهدأ رغم صدور تقرير للامم المتحدة الذي يدين تصرفات حكومة العدالة والتنمية وما تقوم به من اعتقالات تعسفية وترد من الوظائف في ظل تمديد حالة الطوارئ الذي ادى لانتهاكات عديدة بما فيها تقييد حرية التنقل والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات العشوائية بالاضافة الى تقييد حرية التعبير والتجمع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان كشف ان تركيا اعتقلت نحو 160 الف شخص كما تردت نحو 152 الف موظف حكومي من العمل في حملة قمع تلت محاولة الانقلاب المزعومة صيف عام 2016 وعلى اثرها اعلنت تركيا حالة الطوارئ وتزامنا مع تقرير الامم المتحدة ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان استمرار انقرى في سياسة الاعتقالات التي تطال من يرفع صوته معارضا وبخاصة من الصحفيين والكتاب حيث ان هذه الممارسات التعسفية تعبر عن استبداد سلطوي وقمع للحريات وتعد على حقوق الصحافة وحرية الرأي ترجمة نانسي قنقر